تتسم مواجهة الزمالك والمصر عبر التاريخ بالندية والإثارة حيث تعد من أبرز كلاسيكيات الكرة المصرية خاصة على المستوى الجماهيرية يلعب الزمالك أمام المصر البورسعيدي مساء الخميس المقبل بمنافسات الجولة الثانية من دور نايل للموسم الكروي الجاري 2023-2024 مباراة الزمالك والمصر البورسعيدي كانت هي الأولى في تاريخ الدوري بنسخته الافتتاحية موسم 1948-1949 الثاني والعشرين من أكتوبر من عام 1948 كان موعداً لأول مباراة في تاريخ الدوري الممتاز بين الزمالك والمصري حيث كان الزمالك يلعب باسم فاروق ومثل الزمالك في تلك المباراة كل من يحيى أمام وفكري وهدان وسعيد العربي ومصطفى نصر وسعد رستم وأحمد عبد العزيز وعمر شندي وعلي عثمان ومحمد أمين وعبد الكريم صقر ونجح الزمالك في حسم المواجهة بخمسة أهداف مقابل هدف حيث سجل له كل من محمد أمين وعبد الكريم صقر ودون سعد رستم اسمه في السجلات التاريخية للدوري بأول هاتريك في المسابقة اشتركوا في القناة